طيب إحنا دقائق خلاص يعني على نهاية الحلقة حنستغل بقى كابتن إيهاب طبعا هيك منورنا أحبيك وراء تانية مرة ثالثة بقى عندنا المباراة جاية مهمة جدا يوم الخميس وأكيد من دلوقتي يمكن سوارش مركز جدا وزي ما أكيد بنتكلم هو أكيد بيدرس الزمال كويس أو بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت اللعيبة حتى لو إحنا هنتكلم أن الأداء لم يكن طبعا المرضي مع بيرامد لكن أكيد الصفحة دي مفروض أنها تقفل من قبل اللعيبة ومن قبل الجماهير ونبتدي نركز عشان يوم الخميس أعتقد إحنا مش هنقبل مش هنقبل بإذن الله أبدا أن يكون في أي حاجة تانية نتعرض لها بهذا الشكل اللي هو في الأول في الآخر ما نعرفوش يعني شكل بالنسبة لنا مجهول مضبوط كده هقولك حاجة المباراة دي كمان ما بتبقاش مرتبطة باللي قبلها يعني ما بتبقاش مرتبطة بمستواك قبل المتشاط أو قبل المباراة دي بتبقى عاملة إزاي مباراة الأهل وزمالك دايما بتبقى خرج التوقعات بيبقى لها حالة فنية خاصة جدا بترجع لحالتك أنت في يوم المباراة تركيزك تحضيرك كل ده بيفرق بشكل كبير جدا اللي هيحضر بشكل كويس واللي أتمنى طبعا لكون نادي الأهل محضر بشكل كويس اللعيبة عارف أهمية اللقاء هيبقى نقطة فاصلة جدا جدا في الموسم يعني مباراة الخميس هتبقى نقطة مش مبلغة لكن دي حقيقة هتبقى نقطة فاصلة بشكل كبير جدا في الموسم هيروح فين وهيروح إزاي فلازم اللعيبة يكون عارفة كده لازم الراجل يوصل لهم الكلام ده اللعيبة الكبيرة في الفرقة يكون لها دور الفترة اللي جاية توصل للعيبة كلها أهمية اللقاء أهمية المباراة دي كموسم للنادي الأهلي هيفرق معها بشكل كبير جدا لازم اللعيبة يوصل لها الكلام ده كله أو هي وصل لها أكيد لازم تعول الجمهور عن اللي فات خسارة بتوط أفريقيا المستوى والأداء السيء والتراجع في الدورة الممتاز فأعتقد أن بطورة كاس مصر هتبقى يعني أقل تعويض لجمهور النادي الأهلي عن الفترة الماضية فدي حاجة مش جديدة على عيبة النادي الأهلي ومش بعيدة على عيبة النادي الأهلي يقدروا يعملوا كده طبعا يقدروا عندهم الإمكانيات الفنية وكل حاجة تقدر تخليهم يحققوا بطورة كاس مصر فأتمنى يكونوا في كامل تركيزهم وكامل توفقهم اليوم ده إن شاء الله بإذن الله